أهلا وسهلا بكم في درسنا اليوم لمادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الوحدة الخامسة المادة الفصل العاشر التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمادة الدرس الأول تغيرات حالة المادة أهداف درسنا لهذا اليوم أولا بيان أن تغيرات الحالة تحدث عند نقاط أو درجات حرارة محددة ثانيا بيان أثر درجة الحرارة في تغير حالة المادة ثالثا توقع ما إذا كان الجسم يتمدد أو ينكمش بناء على التغير في درجة الحرارة أنظر وأتساءل إذا صارت جميع كميات الجليد الموجودة في العالم فإن مستوى الماء في البحار والمحيطات سيرتفع بمقدار 65 مترا تقريبا فما الذي يحدث للجليد عند انصخاره؟ كيف تتغير حالة المادة؟ التغير الفيزيائي تغير يؤدي إلى تغير شكل الجسم دون تغير نوع المادة المكونة له فمثلا لدينا الورق عندما نمزق قطعة الورق لا يغير نوعها وإنما يتغير شكلها عندما نصنع الطائرة من الورق كذلك يوجد للمادة ثلاث حالات الصلبة والسائلة والغازية وهذه من الصفات الفيزيائية للمادة إذا وطعت قطعة من الثلج على طاولة فسوف تنصهر وتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وإذا تركتها فترة أطول فسوف تختفي لأنها تحولت إلى بخار ما ينتشر في الهواء الجوي هذه التغيرات التي تطرأ على الثلج هي تغيرات فيزيائية كيف تتغير حالة المادة؟ تكون جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة في الحالة الصلبة تتحرك جزيئات المادة حركة اهتزازية في مكانها أما الحالة السائلة تهتز دقائق المادة على نحو أسرع مقارنة بالحالة الصلبة أما الحالة الغازية تكون حركة الجزيئات هي الأسرع مقارنة بالحالتين السائلة والصلبة تتأثر حركة الجزيئات في المادة بدرجة حرارتها وتحدث التغيرات عندما تكتسب المادة الحرارة أو تفقدها كيف تتغير حالة المادة؟ تعد الحرارة شكلا من أشكال الطاقة تنتقل بين الأجسام المختلفة في درجة حرارتها عندما تكتسب المادة الصلبة الحرارة تتحرك دقائقها بصورة أسرع وتبدأ بالانصغار والتحول إلى الحالة السائلة وعند اكتسابها المزيد من الحرارة تبدأ بالخليان والتحول إلى الحالة الغازية عن طريق التبخر إذن الحالة الصلبة عند اكتساب حرارة تبدأ في الانصغار وعند المزيد من الحرارة اكتسابها للمادة تتحول من السائلة إلى الغازية إذن ما هو الانصغار؟ عملية التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وما هو التبخر؟ تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية كيف تتغير حالة المادة؟ عندما تفقد المادة الحرارة تقل سرعة حركة الدقائق وتبدأ بالتجمع فالمادة في الحالة الغازية تبدأ بالتكاثف والتحول إلى الحالة السائلة والمادة في الحالة السائلة تبدأ بالتجمع والتحول إلى الحالة الصلبة إذن التكاثف تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة والتجمع هو التحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أما التسامي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بحالة السائلة كما هو مبين في الشكل أمثلة على التسامي الجليد الجاف المصنوع من الكربون والأكسجين عند درجة الحرارة الغرفة وتسامي مكعبات الجليد أو الطعام المجمد المكشوف فيتكاثف البخار المتصاعد منه على جدران مجمدة الثلاجة ليكون الجليد كيف تتغير حالة المادة؟ معظم المواد تزداد كثافتها عند تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب تقارب دقائقها عند فقدانها الحرارة يشد عن ذلك الماء إذ يزداد حجمه وتقل كثافته عندما يتجمد بسبب انتظام مكوناته وتباعدها مقارنة بالحالة السائلة ولذلك فأن كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائلة متى تتغير حالة المادة؟ يبدأ التغير في حالة المادة عند درجات حرارة معينة درجة الانصهار درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة في التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وفي الماء تساوي الصفر درجة سلولوزية درجة الغليان الدرجة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وفي الماء تساوي 100 درجة سلولوزية من المعلوم أن التبخر يحدث عند أي درجة حرارة ولكن يزداد عند درجة الغليان لا ترتفع درجة حرارة المادة أثناء تحولها من حالة إلى أخرى حيث تعمل الحرارة التي تكتسبها المادة عادة في تفكيك الروابط بين الجزيئات حتى تتحول جميع جزيئات المادة إلى الحالة الجديدة انظر إلى الشكل المجاور متى تتغير حالة المادة؟ عندما تفقد المادة حرارة تقل سرعة حركة الجزيئات وتبدأ في التجمع فالمادة في الحالة الغازية تبدأ بالتكاثف والتحول إلى الحالة السائلة والمادة في الحالة السائلة تبدأ بالتجمع والتحول إلى حالة الصلبة درجة التجمد درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تكون درجتان انصهار والتجمد متساوة للمادة فمثلا الماء درجة الانصهار صفر درجة سلولوزية وكذلك درجة التجمد صفر درجة سلولوزية كل مادة نقية لها درجة حرارة غليان وانصهار خاصة بها المواد التي درجة انصهارها او غليانها عالية تكون جزيئاتها متماسكة بعضها مع بعض بصورة اكبر من تلك المواد التي تكون درجة انصهارها وغليانها منخفضة حيث يكون التماسك جزيئاتها ضعيفا الجدول المجاور يبين درجة الانصهار والغليان لبعض المواد مثلا النحاس درجة الانصهار الف وثمانية وثلاثون بينما درجة الغليان الفان وخمسمائة وسبعة وستون فمقارنة بالماء نرى ان النحاس درجة انصهاره اعلى من الماء وكذلك درجة غليانه مدى تتغير حالة المادة نشاط البالونات المتغيرة احذر بالونا انفخه ثم اربطه واقيس محيطه بخيط اغمر البالون في ماء مثلج عدة دقائق واقيس محيطه بالخيط مرة اخرى ثم اسجل ملاحظتي متى تتغير حالة المادة؟ اتوقع ماذا يحدث لحجم البالون المملوء بهواء دافئ عند تبريده؟ حجم البالون سيقل عند التبريد استندج كيف تفسر حركة الجزيئات ما لاحظته في التجربة ان التبريد البالون يجعل جزيئات الهواء تقترب من بعضها البعض وتشغل حيزا اقل فينكمش البالون ما التمدد وما الانكماش؟ التمدد الحراري زيادة حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها يحدث التمدد الحراري عندما ترتفع درجة الحرارة المادة فتزداد حركة الجزيئات المكونة لها فتتباعد عن بعضها البعض لذا يزداد حجمها الانكماش الحراري نقصان حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها يحدث الانكماش الحراري عندما تنخفض درجة حرارة المادة حيث تقل حركة الجزيئات المكونة لها وتتقارب من بعضها بعضا لذا يقل حجمها ما التمدد وما الانكماش؟ تمدد الغازات وتنكمش أكثر من السوائل وتتمدد السوائل وتنكمش أكثر من المواد الصلبة تترك مسافات فاصلة في مناطق محددة في الأبنية والجسور للسماح لها بالتمدد والانكماش دون أن تنثني أو تتحطم نلاحظ أن هناك مسافات بين الجسور لماذا؟ حتى نسمح لها بالتمدد في فصل الصيف تقوم مقاييس درجة الحرارة على ظاهرة التمدد والانكماش مثل مقياس درجة الحرارة الكحولي عند زيادة درجة الحرارة في الوسط المحيط يتمدد الكحول ويرتفع مستواه على تدريج وإلى هنا وصلنا عزيز الطالب إلى النشاط التقييمي أولا وضح المقصود بالتغير الفيزيائي هو تغير الجذب دون تغير نوع المادة المكونة له ثانيا التفكير الناقد كيف يختفي الجليد الجاف دون أن يترك بقعة ماء يتحول إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة وهذه تسمى ظاهرة التسامي ثالثا ما الذي يحدث العينة من الماء درجة حرارتها 30 درجة سلولوزية إذا سخنت إلى 120 درجة سلولوزية الإجابة بارتفاع درجة الحرارة الماء يتمدد ويتبخر الكثير منه وعندما يصل درجة 100 درجة سلولوزية يغلي ويتحول إلى الحالة الغازية ويستمر بالتمدد رابعا ما الحالة التي تكون عندها كمية من محدودة من المادة لها أعلى طاقة؟ هي الصلبة خامسا التفكير الناقض لماذا لا يؤدي رفع درجة حرارة الموقف إلى جعل الماء المغلي يطبخ الطعام أسرع؟ الإجابة لأن درجة حرارة الماء تبقى ثابتة أثناء الغليان وتعريض الماء إلى المزيد من الحرارة يجعله يغلي أسرع دون أن ترتفع درجة الحرارة سادسا ما الذي يحدث لو لم تكن هناك مسافات فاصلة بين أجزاء رصيف المشات؟ تتمدد في الطقس الحارة أجزاء رصيف المشات مع زيادة درجة الحرارة وقد تنحني وتتكسر وفي الشتاء تنكمش وتتسع الفراغات بين أجزاء سابعا ما الذي يحدث عند ارتفاع درجة حرارة جسم ما؟ هل تمدد؟ أم انكماش؟ أم تكثف؟ أم تجمد؟ الإجابة الصحيحة هي تمدد وإلى هنا قد انتهى درسنا لهذا اليوم نلقاك عزيز الطالب في دروس أخرى ترجمة نانسي قنقر